السلام عليكم ايه الاخبار يا شباب يا رب تكونوا بخير ان شاء الله في كورس الاي ايه هريد ان اشرح كده ايه الماب او ايه الكنتنت بتاع الكورس بتاعنا ان شاء الله اول حاجه هتبقى فيه كده زي انترودكشن الفرونت اند الباك اند فيه شوية كونسبت محتاجين اللي ابدأ لاتكلم فيها بعد كده هل اشرح المودر جافا سكريفت هل اعمل ريفيو على كل الجهر جافا سكريفت اللي انت اخدته قبل كده وهل اشرح حاجات اصدفانس شوية بعد كده هل ابدأ لدخل في الكور كونسبت بتاع الرياكت هو مادة الاي ايه هل ادرس فيها ان شاء الله الرياكت النود الاكسبريس والمي اسكيو ايه هل ابدأ اللي اشرح فيها الرياكت الموجودة عندك في الرياكت بعد كده الرياكت ادبانسد ابدأ بقى لاتكلم في الهوكس والحاجات بقى اللايف سايكل بتاعت الرياكت والحاجات بكلها بعد كده همدأ نشوف النود وايه هو الاكسبريس وازاي لابدأ لكاريت ابي ايه دي بس مكتوبة غلط بعد كده المي اسكي ال مع الاكسبريس وازاي لابدأ اللي اعمل ابي ايه بالترمي في السيكويل وبستقبل داتا موجودة في السيكويل بتاعنا وهيبقى فيه ان شاء الله زي هوبسايت كده ده من لسبالك الدمو او الحاجة اللي هتساعدك في المشروع في المادة دي والباك اند برضو ابي ايه وازاي بقى التعمل انتجريشن بين الفرونت اند والباك اند ده الجزء اللي المفروض بيبقى ناقص لما اي حد بيجيش رح الفرونت اند الواحد او الباك اند الواحده بيبقى مش عارف ازاي يعمل بينهم انتجريشن خلاص كده فالحاجات الاساسية اللي انت المفروض هتخرج ان شاء الله من الكورس ده فاهمها بلسبة ان شاء الله كبيرة الرياكت فريمورك النوت جافا سكريبت والاكسيبريس فريمورك والميس سيكويل وازاي تعمل انتجريشن وازاي تعمل كولينج وكارية ابي ايه وازاي تبدأ تجرب الابي ايه والحاجات دي كلها طيب في الاول خالص نازم اشرح لك حاجة مهمة جدا جدا في مادة تطبيقات الانترنت في حاجة اسمها فرونت اند وباك اند فولي ستاك اي ويب سايت او ابليكيشن بتكون من الجزئين جزء الفرونت اند وجزء الباك اند سوف نرى مثال على الكلام ده ده مثلا ووب سايت شبه اي ووب سايت شبه مثلا جوميا امازون ده موقع اي كوميرس عادي جدا فرونت اند فرونت اند هو ايه زي الهيدر الموجود فوق الباكجراوند دي او السلايدر ده ده هيدر فيه شوية نافيجيشن او شوية ناف بار او اتش ريفرانس تمام هنا فيه شوية دفات مع زوم انيميشن كل الحاجات اللي انت شايفها في الوب سايت دي دي اسمها فرونت اند او جهة المستخدم بالعربي اللي هو الوزر انترفيس اللي انت من خلاله بتضغط او بتقدر تبتعل مع الوب سايت مثلا على اي ايتم من الحاجات الموجودة دولت تمام فتح لك الايتم ده بتشوف البرايس وتشوف كل الانفرميشن كل الحاجات دي اسمها الفرونت اند باكتر من اللغة بس الكور او الاساس بتاعه لازم تبقى عارف HTML CSS و Javascript ممكن الفرونت اند يتكتب بلغات زي Angular او React او Vue هؤلاء هو الفرينوورك اللي بتساعدك لانت تقدر تكتب بشكل اثن بشكل اسحب. طيب الجزء بتاع الباك اند. ايه هو الباك اند ده? الباك اند ده بقى فيه لوجيك في بتاعتك تمام. ازاي لما بضغط او ازاي اول ما اعمل هده رفريش وافتح الوبسايت مثلا بتاع قطوة ده. ازاي بيعمل لودنج لكل الانفورميشل او لكل الداتا اللي موجودة هنا في الواتسايت. هنا مثلا في سلايدر في مجموعة من الايتم كل ايتم منه في اسم البرودكت البرايس في البرودكت الفاريشنز زي السايز الكالرس الحاجات ده كلها. فهل هو بيخاز الصور دي عنده في الفرونت اند لا. هو بيبقى فيه بروجيك ملفصل البروجيك ده بيبقى فيه كل اللوجيك وكل الوبريشنز اللي بتتم على الابليكيشن بتاعه. طيب. اه تعال كده في اي مكان فاضي او اضغط على كنترول اف اف اتناشر على طول. هيفتح لك حجة اسمها انسبكتور. خلاص. او تيجي هنا في اي مكان فاضي. اضغط انسبكت او اضغط انسبكت. اتمام. هتفتح فوق هلا هتلاقي فيه المنس وتلاقي هلا شوية حاجات هتلاقي هلا حاجة اسمها نتورك. لو ملاتهاش هتضغط على دي هتشوف هنا هي موجودة فين بالزبط وتفتح نتورك ايه نتورك تاب. تمام. وتختار حاجة اسمها فتش سلاس سلاش اكس اتش ار. خلاص كده صغر بس الجزء ده. تمام. تعال كده ادخل على اي منتج منهم ولا يقل المنتج ده. تمام. اللي حصل. بيظهر لك هلا في التابة اللي عندك دي. تمام. الجزء ده. اول انت متخيل اول لما باقي بعمل من رفريش. هنا بيعمل ايه? هلا بيعمل كولنج البروجيك بتاع الفرونت اند. بيعمل كولنج بيطلب او بيكلم السيرفر اللي موجود في الباك اند بتاعه. وبيقول له ابعت لكل الانفورميشن اللي بيخص الايتم اللي بالاسم. فالفرونت اند بيروح يكلم الباك اند بيبعت ركوست. ده شكل الريكوست اهو. خلاص. لسه الحاجات دي بالتفصيل هلا ابدأ لشرحها. بس احنا بس في الاول كده يعني يقول لك ايه بس الفرق بالفرونت والباك والحاجات دي كلها. الباك اند ده بيبقى بروجيك منفصل. بيبقى فيه كل اللوجيك بتاع الابليكيشن بتاعك. الفرونت اند فيه بس اليو اي اللي هو اليوزر انترفيس. هلا في اليو اي في الفرونت اند راح بعت ريكوست للباك اند قال له ايه? قال له هاتلي كل الانفورميشن بتاعة البرودكت اللي بالاسم ده. فالباك اند رد عليه بكل الانفورميشن بتاعة المنتج ده. السعر مسلا اللي رد عليه قال له السعر كذا. الماكس برايس كذا. الميلمان برايس كذا. الفرييشنس والحاجات دي كلها. فده شكل ازاي الفرونت اند بيكلم الباك اند عن طريق مجموعة من الريكوستات او بمسمى تالي مجموعة من الابي ايز والحاجات دي لسه هلده نتكلم عنها قدالي. خلاص كده. نرجع تاني للبرزنتيشن بتاعي. الفولي ستاك. الفولي ستاك ده ده عبارة عن الشخص بقى اللي هو المفروض بيعمل الاختين مع بعض. ده الشخص اللي هو بيكاريت الفرونت ان و بيكاريت الباك إن. فاحنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا ده هلشرح لاول الفرونت اند. والمين كونسيبت والأربانس денس준 الموجودة فيها. في الرياكت بعد كده هلابدأ للنود. بعد كده هلا يعمل بقى زي بتعمل موضح الفرق بالتفصيل بين front-end و back-end ده نسبه لك front-end فيه HTML CSS Javascript ويراكت وانجولر ال back-end ال back-end ممكن يتكتب اكتر من لغة اشهرهم ايه فيه نود موجود في السوق ومشهورة جدا العرافل اسب اسب كور بايسون جوا اكتر من لغة بس احنا ان شاء الله في الكورس بتاعنا هشرح ال react مع نود هنا برضو ده مثال ده ممكن لكل مثال ده بيوضح الفكرة بشكل اكبر بيقول لك هلا ال front-end وهلا ال back-end ال front-end ممكن يبقى ايه؟ ممكن يبقى ويبقى 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 بالسايت اللي احنا كلها فتحينه من شوية ممكن يبقى ابليكيشن تمام تمام ممكن يبقى بورتال ممكن يبقى اي واجهات مستخدم الويضر بيبدأ يتفاعل معها خلاص كده طيب ال back-end في ايه؟ ده بقى اللي ميتخزل فيه السيرفر بتاعك ال Sql اللي انت بتبدأ تتعامل معي اللي فيه ال API اللي هي ال requestات ويتكتب بالبيسون والجابا و بالنود اي كورس بيبقى له مجموعة من البريريكوزيت او المتطلبات الاساسية عشان الواحد يقدر يبدأ في الكورس ده احنا من اتباله في الكورس بتاعنا معتمد باعتماد كله على الهتش تيميل فايف والسي اس 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 ري والجافو سكريبت فالتا لو مش عارف اي حاجة منهم فيفضل ليلتا تعمل كلا ريفيو عن الحاجات دي المودن جافا سكريبت ان شاء الله هنعمل كلا ريفيجن عن الحاجات اللي احنا قديها في الجافا سكريبت زائد ان فيه حاجات مهمة جدا المفروض نفهمها زي الفار واللت والكونستانت الاري فانكشن والاروكي الهلبر فانكشن او البلد ان فانكشن والكلاسز والأوبجيكت والبروميسز والأسينك والأويت والحاجات دي في الاول خالص قبل ما تقل في الجزء بتاع الجافا سكريبت شبه اي لغة احنا اشتغل بها فيه حاجة اسمها اديتور اللي احنا بفضل بشتغل عليه فهتكتب هناك فيه البراوزر vs code تدخل على اول رابط خالص اختار هنا نوع الوبراتنج سيسترمي تشغل عليه سواء ويندوز او ماك او لو تشغل على open tool خلاص ويتحمله هو سهل جدا مش محتاج اي حاجة next ويتسطب معاك الشكل اللي بيجيلك في الاول بيبقى الشكل ده بيديك خلال ورقم انصدار والحاجات دي كلها في الاول سنقوم بعمل مراجعة عن اهم الحاجات في الجوابسكريبت والحاجات في الاصدار الجديد للجوابسكريبت هو الجوابسكريبت اللي اكتر من اصدار ا طبعا طيب ايه هنا احلى هلشرح حاجة اسماء ال ES6 اللي هو ECMA سكريبت ده الاصدار سالة 2015 من الجوابسكريبت تمام ايام زمان كانت في اس5 و اس6 بعد كده بقى في جوابسكريبت 2016 و 17 و 18 وهكذا قالك بدل ما بالشغل بال ES4 و 5 و 6 قالك لا خلاص قال الشغل بقى بالسنة نفسها جوابسكريبت 2018 و 19 و 21 و 21 طيب الاصدار بالذات بتاع 2015 ده كانت حاجة ميجور كانت حاجة مهمة جدا و هو اهم اصدار اضاف حاجات فيتشارس كتيرة جدا في الجوابسكريبت ما خريتش موجودة اضاف حاجات مهمة جدا و عاملت انهانسمنت كل الاجزاء القديمة اللي في الجوابسكريبت طيب طيب هلشرح الحاجات الجديدة و برضو هنراجع على الجزء القديم اللي اعتقد خدته في مادة ال IT ازاي نكاريت variable في الجوابسكريبت خدت في مادة ال IT اللي انت بتكاريت variable على طريق حاجة اسمعها ال var بتقول مثلا var قبل بيساوي red طيب ظهر في ال version الجديدة lit والconstant فالصورة دي دي اكتر صورة بتعبر على الفرق بين var والlit والconstant ال var بالشكل ده اكل لك لما بتقول var القبل بيساوي red اكل لك جبت box وقلت البوكس ده جواه قبل color بتاعها red لو جيت من اي مكان من برا البوكس او جوا البوكس قلت له القبل بيساوي yellow او green هيغير في لول القبل بتاعها طيب lit lit نفس فكرة var لما تقول lit الابل بيساوي قبل red اه جاب لك البوكس حطت لك فيه قبل خلى لك اللول بتاعها red بس حطت لك كده border او حطت لك كده block تمام الفكرة في ايه لو جيت برا البلوك ده وقلت له الابل بيساوي مثلا yellow او green مش هيسمع في البلوك ده خالص لكن لو جيت جوا البلوك وقلت له الابل بيساوي yellow او green فبالتالي هيتحط هنا او هيغير في الباليو بتاع الابل الكنست الكنست في اي لغة في البروغرامنج لانجوش لما بقول كونست اكس بيساوي خمسة بكارية variable ثابت ما قدرش غير في الباليو بتاعه لفس الكلام موجود هنا كونست قبل بيساوي red اجي عمل لك الابل وحطها لك جواه صندوق وعمل لك افل يعني ما ينفعش اي حد يقدر من البرة يقول له الابل بجرين ولا بيولو ولا باي حق خالص انت عملت بوكس جواه قبل بس ممكن اعمل حاجة بسيطة اعمل multiply او اعمل additions تبقى بدل ما هو قبل تبقى مجموعة من apples الحدة دي ممكن تبقى مش واضحة اوضحها بالكود اكتر بس ده الفرق الجوهري بالvar والlit والconstance الجوز العامل هيوضح برضو الفرق بينهم بالتفصيل ان شاء الله كيف تقوم بتحديد كيف تقوم بتحديد في اربع حاجات في الvar واللت والconstance او تقوم بتحديد امت استخدم الvar واللت طيب لشوف الفرق بينهم من الاول بعد كده اللي رجع للجوز امت تشتغل بالvar واللت والconstance و تمام امت تقوم بتحديد امت تحديد امت تحديد امت تحديد امت تحديد اول حاجة الفرق الجوهري بيه للvar و little constant حاجة اسمها global scope و block scope تعالي هلا بالشكل ده ال for loop خدت التخدت ال for loop في جوابسكريبت هلا simple for loop خالص بتقول ال for let the i او خلاه هلا far تمام ال i بيساوي zero i اصغر من خمسة i plus plus وجوه ال block بتاع ال for قلت له console log ال i تمام فهيطبع لك من 0 لحد 4 جيت بعد full loop قلت له console log ال i فهيعمل لك ايه هيعمل لك؟ هيتبع لك هلا امسح كل حاجة بقى تعالي نعمل run الجزء ده جاب لك ايه؟ جاب لك ال for طبع من 0 لغاية 4 ده هو الجزء اللي جوه ال for loop بعد ما خلص ال for loop طبع console log ال i هلا كالتشايلة اخر كيمة اللي هي بكامل هي بخمسة تمام؟ فمعنى كده اللي ال for ده من اسبالك global variable او global scope لما بتيجي تقول var x بيساوي 5 ده بيبقى اسمه global ده اسمه global variable خلاص كده اقدر اكسس ال variable من اي مكان عندك في الكود طب لو جيت بدل var قلت let لو جيت هلا و قلت له نعمل بقى comment مش بنحتاجه لحتة دي لو جيت هلا و قلت له letl i بيساوي 0 وال i اصغر من 5 و اي بلاس بلاس و جيت هلا و قلت له console log i و بعد من اتخلص له اطبع console log i شوف هيجيب لك ايه؟ اه جاب لك error طبع الارقام من 0 لغاية 4 مظبوط ما جاب لكش ايه بعد كده لما قلت له console log i جاب لك error قال لك انا معرفش ايه ال i دي ليه؟ ال i اتا قلت هلا لد فلد دي عباره عن block scope فالتجوه ال block ده شايف ال i تمام؟ لو جيت برا ال block انت مش شايف اللي في حاجة اسمه i خاص خلاص فاول فرق بالهم لما تقول var x بيساوي 5 فده من لازبالك global scope او global variable لما بتقول let x بيساوي 10 مثلا ده بيبقى من لازبالك block block او function scope block scope ده اهم فرق وده الفرق الميجور بدهم طيب مسان كمان يوضح الفرق به له global scope و variable scope تعال هنا قل له let x بيساوي 5 تمام؟ افتح block واطبع log تمام؟ واطبع ال x دي انت متوقع هنا هيتبع لك ايه؟ تيجي تعمل run code جاب لك رقم 5 هو ايه اللي حصل؟ تمام؟ انت عملت هلا variable طيب بتاع let x بيساوي 5 فبالتالي مش هيتشاف في ال document دي كله او في الصفحة دي كله تمام؟ طيب لو جيت هلا جوه ال block ده وقلت له little x بيساوي 2 هيحصل ايه؟ كده هو مش شايف غير ال variable ده اللي هو ال x بيساوي 2 فهلا في ال console look هيتبع لك ايه؟ هيتبع لك اتنين مش هيتبع لك خمسة تمام؟ كده تعال هلا عمل run code جاب لك رقم 2 تمام؟ يعني معنى كده لو انت عندك variable little x بيساوي 5 تمام؟ فبالتالي ال variable ده هيتشاف جوه ال block ده تمام؟ عشرة عمله قبل ال block لو جيت جوه وقلت little x بيساوي 2 هو كده مش شايف خالص ال variable ده واشايف بس ده طيب لو انت عندك block وجوه little x بيساوي 2 وجيت هلا log او عملت console log وقلت ويجب لك ايه تعال نشوف جاب لك اول حاجة دخل جوه ال block little x بيساوي 2 وطبع ال x بيساوي 2 ال x بيتنين وهي لك جيت وقلت constant dot log جاب لك error قال لك reference x is not defined انا مش عارف ايه الفاريابل اسمه اكسل انت كاتبه ده طب لو جيت هنا وقلت var var ده بيسوي global ما يهموش بقى ال scope مش scope لأ انت واكلك بتكاري variable global مش هيجيب لك اي مشاكل خالص تمام كده اعتقد كده وصلت الفرق دي ال global و block scope طيب تاني فرق بين var وال let في حتة اتحب اسمها ال read clear تمام معنى ايه في الفار انا ممكن اجي هلو اقول ال var اكس بيسوي 5 ممكن السطر البعده اقول كمان ال var اكس بيسوي عشرة يعني ممكن اكاريت او اعمل ال read clear لل variable اكتر من مرة لكن في ال let ما ينفعش ليه ما ينفعش هلو اقوله little x بيسوي 5 وفي السطر البعده اقوله little x بيسوي 10 لأ ده كده هيجيب لك ارور تمام انت مجرد ما اعملت little x بيسوي 5 عايز اعدل في الفاليو بتاعتها ممكن تقول ال x بيسوي 10 تمام ممكن تقول ال x بيسوي 11 عادي جدا انت كده اعملت variable بتغير في ال value بتاعته في القيمة بتاعت المتغير لكن ما ينفعش في السطر البعده وتقوله little x بيسوي 10 ما ينفعش تعمل read clear للفس variable تاني هيجيب لك ارور خلاص كده الجزء ده تعال مجرب الجزء اللي فوق يجي نعمل run ما جاب لكش اي اي مشكلة تعال هنا اعمل انت كومنت الجزء ده واعمل run او هنا حتى كمان جاب لك ارور ما ينفعش يعمل read clear للت نفس الكلام في الكنست مجرد ما قلت كونست y بيسوي 5 ننفعش اغير السطر البعده اقول الكنست y بيسوي 6 ما ينفعش ممكن عادي جدا لقول console.log الاحس سوى 5 يجيب عادي اقول var الاحس يسوي 5 ما ينفعش هو an مش logic بس ده ممكن يتم ان انت تستخدم الvariable من غير ما تعمل ديكلير للفاريابل ده. هل ده ينفع في الليت؟ لا. ده يرجع لك ارر في الليت. ما ينفعش تستخدم الفاريابل في الليت من غير ما تعمل ديكلير للفاريابل قبلها. ده يجب لك ارر او قال لك انا مش شايف الاكس الليل تعمل له في الشرازيش. فاتاخد الليت الاكس بيسوي خمسة وتحطها قبل ما تستخدمها. تمام. اخر حاجة بقى الكونيست. في حاجة مهمة جدا عايز بس اوضحها لك لما تيجي تقول كونيست اكس بيسوي خمسة. كده عملت متغير الفاليو بتاعته سابتة بتسوي ايه بتسوي خمسة. تمام. ما ينفعش اغف الساطل بعد واقول الاكس بيسوي عشرة. تعال كده وعمل ران شوف هيجيب لك ايه هيجيب لك ارر. ما ينفعش يعمل السايمين لكونيست فاريابل. تمام. طيب. طب لو جيت قلت الكونيست واي بيساوي عري. تمام. كونيست. واي بيساوي عري في وان تو سري. وجيت قلت واي دوت بوش في فايف. وجيت عملت كونيست اللوج الواي. هيحصل ايه هيجيب ارر. تعال نشوف. ما جاب لكش اي ارر وعمل بوش. هو خلي بالك. انتهي لقلت له الكونيست واي بيساوي عري وان تو سري. لو كنت قلت له. مثلا. واي بيساوي امتي عري فهيجيب لك ارر قال لك ده كونيستانت مينفعش تقوله الاكوال كذا. لو جيت تقول له مثلا. الواي بيساوي الخمسة مش هينفع. تمام. لكن انتهي لقلت له ايه قلت له. انا مش عدل في الكونيستان. الكونيستانت بيشاور على الريفرنس في الري. قال هعدل الري بقى هعدل للفاليوز اللي جوه الكونيستانت نفسه. لما جيت تقول الواي دوت بوش خمسة او الواي دوت بوب او دوت كلير. او تعمل اي لوجيك جوه الفاليوز اللي جوه مش هجيب لك اي ارر خالص. بس لتا ما عملتش اصاين. ما قلتش الواي بيساوي كذا. انت عدلت في الاليمينس او في الايتمس اللي جوه الري او الجوه الابجيكت اللي شايلها الكونيستانت الريفرنس في الريفرنس. اخر حاجه ام تشتغل بالفار. خلي بالك الفار ممكن يعملك مشاكل كتيره في البرفورمنس. ليه عشان هو بيخزنك الريفرنس ده هي الريفرنس. فهتقدر تأكسسها بويندوز دوت كذا. يعني ده بيتسجل في الوبسايت بتاعك في كي اسم ويندوز او سوري اه ويندو تمام. ويندو دوت كذا ممكن تأكسس الفاريابل بتاعك. فبالتالي ده ممكن يعملك مشاكل كتيره في البرفورمنس او اه لو الويندو ابجيكت ممكن يعملك على الفاريابل بتاعك. فبالتالي يفضل انت متشغلش بالفار كتير الا لو التع تعمل فاريابل جلوبال على مستوى الابليكيشن بتاعك. لو انت عايز الوبسايت او الابليكيشن يساپورت الولد براوزر او كل الفارجة القديمة وقتها اشتغل بالفار. اه غير كرا لا استخدم الاستخدم الكوننسانت واستخدم الليد. وانت فهمت تلوقات الفارق بين البلوكسكوب و البلوكسكوب و البلوكسكوب. خلاص كده. بعد كده فيه حاجة اسمها الارو كي فانكشن. ده ظهر برضه في الازدار الجديد من الجافا سكريبت. هي اختصار للفانكشن العادية اللي احلى كنا بتتباه في الجافا سكريبت. بس بسينتكس اسهل بكتير. خلاص. تعال نشوف ده بيتكتب ازاي في الجافا سكريبت. طيب اللي هي اكتر من الاسم. ممكن تسميها ارو فانكشن او ارو كي فانكشن او ان تكوني ماس فانكشن. تمام. دي الفانكشن العادية اللي احلى اخذ لها في الجافا سكريبت. كنت بتعمل ايه كنت بتكتب الكي وورد الاسم فانكشن. بتكتب اسم الفانكشن بتاعتك. تمام. ممكن حتى اللي كومنت لكل. تمام. عملت ايه? ممكن لكومنت الجزء ده. تعال لكتب احلى الفانكشن بتاعتك. فانكشن تمام. مثلا. اه. مثلا. اه. بتعمل. اه. بتعمل. خلاص كده. وتقول الفانكشن دي مثلا. بتسابل. ايه? كومة بي. خلاص كده. الفانكشن دي بتعمل. ايه? بتجمع. هرجع. ايه? فلاس البي. خلاص كده. دي الفانكشن اللي احلى اخذ لها في الجافا سكريبت. تعال لعمل لها. وهي. قدت تتاكد اللي هي. شغيلة. وما تنهي مشاكل. و تبعت لها مثلا. اول. ارجمن. او اول مثلا. اول. نمبر. رقم اربعة ورقم خمسة. تعال لعمل رن. جروف هيجب لك. جب لك رقم تسع. تمام؟ هناك شيء اسمها الاروكي فونكشن ده بتكتب بسينتكس اسهل بكتير تعال كده بتقول كونست او لت لت سممشن تعال بقى كومنت الجزء ده تقول لت سممشن بيساوي بدل ما انت ما بتكتب فونكشن لا انت بتساوي الفونكشن ده بمتغير تمام كونست او لت بتكتب هلا ده هلا الجزء بتاع الفونكشن تعال هنا تكتب اللوجيك بتاعك خلاص كده الفونكشن دي بتساوي الاي بتساوي الاي وبساوي الاي خلاص كده تعال هنا رجع ستحط return a plus b بالشكل ده كده تعال لعمل run هي هي ما جاب لكش اي اشوز خالص فده السينتكس الجديد بدل ما تكتب الكيورد اسمها فونكشن والكلام ده كله لا تبتكارية متغير كونست او لت بتدي اسم للمتغير ده وتكتب الفونكشن بتاعك ده اللي اسمها الاروكي فونكشن تمام هنا ده بتتقبل فيه البرامتر او الاردمينس تمام المتغيرات اللي هي بتتبعت لك هنا ده البلوك ده المنسبة لك البادي وهنا بترجع الواليز اللي هي مفروض هتتتخزن في البرامتر ده اسمه سامشن خلاص او على طول كمان ممكن من غير الراكتس دي طول هتترين a plus b او على طول من غير هنا على طول بالشكل ده let submission بيساوي ده هو اروكي فونكشن بفونكشن بفونكشن تسابل a و b وانت هترجع a plus b تعال كد نعمل run نجد لك رقم 9 اوه مجبلكش اي مشاكل خالص فلجت متخيل السينتكس الفونسينتكس القديم عامل ازاي والسينتكس الجديد طبعا الاسهل بكتير لو لتا هتعتمد حتى في الراكتس هتعتمد اعتمد كل على الاروكي function فانت تفهمته ممكن تشتغل بالفونكشن العادية او بالاروكي function الحاكتين واحد بس الاروكي السينتكس بتاعه اسهل بس في الفهم الاكسفورت والإمبورت في جواسكب ظهر في البرجة الجديدة concept موجود قبل كده حتة الموديول تمام وظهر حاجة اسمه export وإمبورتنج في الجواسكريبت مثال على الجزء هنا مثلا في فايل اسمه module one javascript خلاص ده file empty فدي خالص مفوش اي حاجة فهكتب هلا شوية اكواد وهعملها هلا هعملها هلا امبورتنج تمام هي الفكرة في الاكسفورت والإمبورت بدل مكتب الكود بتاعك كله في فايل واحد بس جواسكريبت لا ممكن لا اقسم الكود بتاعي على اكتر من الفايل وابدا اعمل لهم امبورتنج خلاص كده طيب ده هيتم ازاي هعمل هلا كده arrow key function عادية جدا اسمها مثلا a submission دي function arrow key بتستقبل مثلا ال a وال b و بترجع ال summation بتاعه ال a plus b خلاص كده عايدة استعمد من ال function دي في الفايل ده هعمل ايه لو انت هتعمل export ليه حاجة واحدة بس بتكتب تحت اخر الفايل تقول export default واسم الحاجة اللي انت هتعملها exporting وهليكن some mission خلاص هتكرر الجزء الجزء ده تاني لو انت هتعمل exporting ليه حاجة واحدة بس تمام في الفايل بتاعك هتقول اخر الفايل export default اسم الحاجة اللي انت هتعملها exporting عشان تعملها importing في الملف التاني بتعمل ايه بتقول import summation على طول هو بيكمل from كذا تمام بتكتب import وبعد كده اسم الحاجة اللي انت هتعملها importing اللي هي summation صحي كده هتعملها exporting وهنا تيجي تعملها importing from ايه fill الباس بتاعك وقالك في الفايل اللي هو ده اللي هو modion1.javascript طيب تعال كده لاستخدم summation function ويشوف هيجيب لك error ولا هشتغل صح معلك وابعت لها مسألة الواحد واربعة فالمنفروض يرجع لي result 5 خلاص كلا هران ننكود همسح بس كل الحاجات القديمة وعمل رقم جاب لك ايه جاب لك error ايه بقى error ده بيقول لك انت استخدمت الموديول تمام ما عندكش حاجة اسمها فايل اسمه package.json خلاص كلا اه الحل اللي اما تحط في package.json الكي والvalue اللي هو type بموديول واحنا لسه ما بيشتغلش ولا بالreact ولا بالnode فما عندلاش الفايل ده او بدل ما الملف اسمه .javascript هتسميه .mgs اللي هي module javascript تمام هي عليه ملخص الجزء ده حتة الاكسبورتنج والايمبورتنج ما بيشتغلوش في ملف javascript عادي لازم يكون module طيب ده يتصلح ازاي ده يتعمل عن طريق حاجتين لو انت عندك هلا package.json بالزبط في الجزء ده طب احلا هلا ملف عادي جدا javascript مفيش الفايل package.json في الحالة دي بتعدل الجزء ده وبدل javascript تقول .module javascript.mgs تمام هنا بيعدل الباص بس الموجود هنا وهلا برضه نفس الكلام في الفايل ده هتعدل بدل ما كان الفايل javascript هتقول .module javascript خلاص كده.وهتيج هلا تعمل run هتنشتغل معك عادي جدا واجاب لك رقم 5 طيب لو انت هتعمل export الاكتر من حاجة موجودة عندك هلا في الفايل لو لت مثلا عندك arrow key function غير submission بتعمل عملية subtraction مثلا.بتتطرح ال a نقص ال b خلاص كده وي تاني مثلا حاجة ماكس بتاخد ال a وال b بتقول if a اكبر من b هيرجع ال a else رجع ال b خلاص كده حط ده بس بالبصين كده if a اكبر من b يرجع ال b ويألس او على طول موجير else لو ماشد هندخلش في ال condition ده يرجع ال b خلاص كده طيب انت دلوقتي عايد تعمل ايه عايد تعمل export الاكتر من الحاجة موجودة عندك في الفايل ده عندك حلين اول حاجة ممكن تيم تحت بدل ما بدل ما قد تقول export default كده ال export يفتح ال practice بتاعتك وتقول export submission . export max . export subtraction خلاص كده بالشكل ده وتيجي هنا بقى هتحط دي بين practice انت كده بتعمل خلاص تعمل importing ده جوه اكتر من حاجة انت عايز منه ايه بالظبط عايز submission ولا max ولا ايه بالظبط لو الت عايز منه اكتر من حاجة هتحط الحاجة بتاعتك max و Submission و Subtraction تعال كده تجرب هلقول له ال call max واحد ولا اتنين مفروض يرجع اتنين و Subtraction خمسة ناقص واحد مثلا المفروض يرجع اربعة خلاص كده تعال نعمل run ونشوف يرجع لك بالظبط خمسة تمام جامع الاربعة زياد الواحد كده عمل كل function اسمها max قال الاكبر رجع لك ال اتنين بعد كده Subtraction بالطرح خمسة ناقص واحد هتجع لك الاربعة خلاص كده طيب الحل التالي لو انت هتعمل export الاكتر من حاجة ممكن ما تحطش في الاخر خالص export ممكن تيجي قبل ال call instant او قبل ال function انت تعملها exporting وتكتب كلمة او كيوورد اسمها export بالشكل ده كده خلاص تمام هي هي هتجي الى تعمل run اذا سيجب لك اى مشاكل خالص خمسة اثنين اربعة فدلك كده كان اللي بشكل ممكن يعني بشكل عام الفرق به يلالimport و الإكتبر تمام و ايه هو موديول في Adobe javascript الفكرة منه لا لا بدل ما الكود بتاعي جوا فايل واحد بس لا ابدأ اقسم الاكواب دي على اكتر من الفايل حيث قدر اعمله importing و exporting وهنشوف ده ازاي بيتعامل في البنود و في ال react على طول ان تشغل في الرياكت او في النود على طول لازم تستخدم الامبورت والاكسبورت عندك في المشروع بتاعك في البرجان الجديدة من الجواسكريبت ظهر برضو معنا الكلاسز والأوبشيكت ما كانش فيه حاجة اسمها الكلاس في الجواسكريبت فده ظهر جديد فيه اسكس نشوف الجزء العامل بقى الكلاسز ازاي بتتعمل في الكود بتاعنا ده هلا فايل مفوش اي حق هالس هليعمل الكيوورد اسمها كلاس وليكتب اسم الى حاجة بتاعتها وليأكل بيرسون فيه كلاس اسمه بيرسون وليفتح الوبشيكت بتاعنا تمام اي اي كلاس انت خدت عنك في الوبشيكت بيتكون من الحاجة ايه حاجة اسمها فيلديس او او التريبيوتس تمام دي اللي بتشرح الخصائص بتاعت الكلاس ده ومجموعة من الميثودز او مجموعة من الميثودز سوري او مجموعة من الفونجشنز الموجودة في الكلاس ده تمام الميثود الميثود سوري الميثود كونست جيتنام بيساوي ارو كيه فانكشن هرجع او على طول اقول هلا this.name خلاص كده اه هلا في غلطة بس بس بسيطة في الفانكشن جوه الكلاس ما بتحط لاش ولا لت ولا كونستان ولا اي حاجة من حاجة دي خلاص تمام وفيه برضو فانكشن هلا ارو كيه فانكشن سيتنام دي بقى تستقبل النام وبتقول this.name بيساوي النام بتاعك خلاص كده نقل سيت الارو تمام نفس الكلام دي الفانكشن دي فانكشن دولة دول الجيتار وي السيتار للنام خلاص كده ده هلا بيجيت النام بيرجعلك النام اللي في الكلاس بتاعك او في الوبشيط بتاعك سيتنام دي بتستقبل الارجمنت واحد بس اسمه نيم وبتغير النام بتاعك نفس الكلام اسم getter setter for الage وليكن الي الage بيساوي او دي get age بيساوي عبارة عن الارو كيه فانكشن دي بتعمل بتترجع على طول العمر الage وفي فانكشن تايل اسمه ها سيت الage دي برضو الارو كيه فانكشن بيستقبل الage بتاعك وبترجع لك بتقولك this.age بيساوي الage اللي تبعته هنا في البرابط خلاص كده طيب الكلاص ده لو تكتب في الفايل ده عايز بقى استخدمه من اي ملف تالي فهاجي هنا قبل قبل كلمة الكلاص واقول export class person عشان كده هنا مدام استخدمت export عشان كده عملت هنا الملف .m javascript او module javascript خلاص كده ممكن لاغي في الملف هنا التالي وعمل import ليه بالزبط import ليه البرسون وهو على طول from كده خلاص واغي هنا اعمل object اعمل conest او على طول ممكن اقول let human اي اسم variable بيساوي new a new person خلاص كده تمام واغي هنا ممكن لعمل log للهيومن شوف هيا رجع لي ايه تعال اكتب run code او رجع لك قال لك البرسون في ايه في ال name وفي ال age وفي الاربعة functions دولت وكلهم ايه طيب بتاعهم function وال name والage دول ايه empty ممكن اقول بقى human.set age حط العبر كام 25 مثلا خليه 29 و human.set name حط مثلا حسان خلاص كده تعال اتعمل run اجاب لك اهو ده ال object بتاعك في name بيساوي حسام وفي ال age العمر بتاعك بيساوي 29 طيب بدل ما تحط الحاجات دي هنا ممكن تيجي هلا في ال constructor بتاعك وتبعت العمر والاسم طب ده بتكتب ازاي مفروض قبل ال fields وال method في عندك حاجة اسمها constructor موجود معك constructor اهو بالشكل ده بتقول له ايه طب ممكن هلا في ال constructor تستقبل name تستقبل ال age ويتقول له هلا this.setl name this.setl ال age بيساوي ال age او على طول هلا تقول this.name او this.age ال age ويتضبط معك خلاص تعال هنا وانت بقى بتعمل ويتبقى بتعمل ويتبعته ال 29 ويتبعته ال 29 ويتبعته ال ال اسم بتاعك بدل ما تقول ايه بدل ما استخدم ال set لا ويتبقى بتكاريت ال object على طول ويتبعته ال parameter عشال ايه يحط default values للكلاس او لل object ده جاب لك اهو قال لك ال person name 29 وال age بتاعه بيساوي ايه بيساوي حسين طيب Life وفي شئ اسمها تصبح inheritance ال willst ال version جديدة منjem ورؤيتام واذا يمكن مثلا وبسهل пример هالك ال person يقصد لその person هذا بالضبط شكل الانهيرتنس الذي اخذته مثلا في الجافا او في السي او السي بلاس 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 كده بتقوله اللي عندك فيه كلاس اسمه جست بيكستينز او بيعمل انهيرتنس لكل الخصائص الموجودة هنا في البرسون تعال كده جرف تعال كده عامل امبورت البرسون انها خير دي وخليها جست وشيل 29 وحسن شوف هيجيب لك ايه جاب لك اهو قال لك تمام الجست نيم بيساوي كذا والايد بيساوي كذا نفس الخصائص اللي كانت موجودة في البرسون هي نفس الخصائص الموجودة في الجست ليه عشان الجست ده الكلاس الاسم جست بيقولس كل حاجه موجودة فيين موجودة في البرسون ممكن لفعل الكلام ممكن لبعط له الى 29 وعط له الاسم الشخص واجهع من run هلاقيه تسمى عندك في الوبجيك ممكن للجسد داي بقى ليه بقى الخصائص بتاعته ليه الـ functions بتاعته وليه الـ constructor بتاعه هنا هو constructor بس في حالة لو انا عملت الـ constructor بتاعه لازم احط كلمة super ده عشال يقول الـ constructor بتاع الـ parent لو شلتها اعتقد على حسب ما انا مفاكر بيجيب error تعال كده نشوف الجزء ده اجاب لك error قال لك لتا مش حاطة super سوبر دي المفروض لو لتا الـ class بتاعك بيينهرت او بيكستند حاجه من اي class تيجي الى في الـ constructor عنك في الـ JavaScript لازم تقول كلمة super عشال ما يجيبش اي error عنك تعال كده نعمل run اهو نجاب لكش اي error خالص تمام طب ايه اللي حصل الا لما جيت احط الـ constructor في الجسد قلت كلمة super تشلي اي حاجه خالص بل تخلي بالك انت هلا في الـ constructor بتاع لما جيت عرفت الـ constructor بتاع الجسد انت كده بتعمل حاجه بتعمل override على الـ constructor بتاع الـ parent انت هلا قلت له انت عندك الـ constructor الخاص بي لما بتقول super لتا بتقول الـ constructor بتاع ايه بتاع الـ parent طب لتا بتقول super ومش بعد اي حاجه خالص تمام فبالتالي هي extend person ومش هبعت له حاجه هنا في الـ constructor تعال نشوف الكلام ده تعال انت هنا باعد في الجسد 29 وحسين مفروض انت بتساقبل الحاجات دي هنا بقى في الـ constructor انت خلاص وقتله هنا مستخدمش الـ constructor بتاع الـ parent لأ انت لك الـ constructor الخاص بيك وفيه فانكش اسمه super دي اللي بتقول الـ constructor اللي موجود في الـ parent تعال هلا ده الـ age وده name تعال هلا تعمل لـ log ليه الـ age بيساوي كذا والـ name بيساوي وشوف بقى الحاجات دي هتظهر ولا لا تعال كده بران كود اهو اول لما تجي تعمل instance او تعمل object منه قال لك الـ age بيساوي 29 و الـ name بيساوي حسين يعني الحاجات دي هوا بيستابلة هلا في الجسد بس الحاجات دي ما تبعتتش فين ما تبعتتش للـ constructor اللي فوق فبالتالي ما تغيرش الـ values بتاعة الـ name و بتاعة الـ age عايز تبعتها تحطها هنا في الـ super تبعت الـ age و تبعت الـ name سوري تبعت الـ age و تبعت الـ name تعال كده نجرب و اعمل نرن نشوف هيجب لك ايه اشتغل معاك زي الفل و ماجابلكش اي مشاكل خالص عندك هلا فيه الـ الـ طيب ده كده بشكل بسيط الـ classes و ايه هي الـ classes في الجافا سكريبت الليها الـ constructor الليها مجموعة من الـ الـ fields او مجموعة من الـ attributes و مجموعة من الـ function او الـ method وفيه حاجة مع inheritance موجودة في الجافا سكريبت في حالة الـ inheritance تيجي في الـ constructor بتقول السوبر ده عشال تقول الـ constructor بتاع الـ parent وده شكل الـ object لما بتيجي تعمل objects تمام تمام وهكده خلاص كده تكل بشكل بسيط ايه هي الـ classes و الـ object في الجافا سكريبت بعد كده فيه حاجة مهمة جدا 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 في الجافا سكريبت اسمها الـ spread operator تمام او الليها اسمي تالي اللي هو الـ three dots تعال كده بقى نشوف الجزء العملي الجزء ده بيتكلم ايه ايه طيب اه نقوم الكده انقومنت من الجزء ده نجرب مع بعض كده ونشوف سيحصل ايه بالزبط ده هنا عملية عمل متغير cn-cent first array 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 عادي جدا في 1 2 ثمام عمل متغير تالي second array وقال لك الساكند اري ده بيساوي او او اكوال فرست اري يعني هاتل باليوز بتاعت الفرست اري وحطها ليه في المتغير الجديل اسمه ساكند اري طبعا كده وقل الساكند اري او في الانديكس زيرو ده اري في الاول في الاخر فبتقول الانديكس زيرو بدل ما كان واحد خليه بخمسة اطبع لي الفرست اري واطبع لي ان ساكند اري وتعالى شوف كده هيحصل ايه بالضبط خلاص كده ران كود جابلك اول اري خمسة اثنين وثلاثة والساكند اري خمسة اثنين وثلاثة طب كده في مشكلة حصلت المشكلة ايه انت بتقول الفرست اري بيساوي كذا قلت الساكند اري بيساوي الفرست اري انا عايز اخلي 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 الساكند اري شين نفس الفرست اري مش بيشورع على نفس الرفرنس بمعنى ايه بمعنى هلاء لما جيه اعدل في الساكند اري او في انديكس زيرو خلاه بخمسة عدل في الفرست اري في الساكند اري انا مش عايز كده تمام انت عايز تاخد الفرست اري باي فالي ومش باي ريفرنس فلس كده طيب ده بيتحل بايه ده بيتحل بحاجة اسمها السري دوتس تعال كده نشوف ده بتعمل ازاي هامل لك اهو اري هامل لك ار اري جديده بسميه السير د اري اهو بيفتح كسين تعال امسح الكلام ده بيفتح الار اري بتاعه وقول دوت 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 ده اسمه السبريد او بريدو فرست اري يعني الجزء ده معناه ايه معناه هات لكل الفاليز الموجودة عندك هنا وحطهالي في الار اري ده خلاص كده يعني هتقابل اللي موجود في الار اري باي فاليو مش باي ريفرنس ففي الحالة دي الهلا لو جيه بقى وغير اول إنكس خلاب سبعة واجت هنا عملت عن كومنتر الجزء ده تعال نشوف هل هيسمع في اول اري ولا لا اول اري ما تغير ش زي ما هو ثانية بس همسح الجزء ده خالص تعال نعمل اه ها كومنتر الجزء ده كده ما فيش الار اري شايل شوية ايتيمس او فاليوز من الواحد اتنين ثلاثة الى الاري الثالث ااخد نفس الفاليوز تاعت الاول الاري ويغير بس اول element خلاه بسبعة وهلا بعمل لوج لي الفيرس الاري والسيرد الاري او واحد اتنين ثلاثة ما عدلش خالص في ايه ما عدلش خالص في اول الاري وفي الاري الثالث عدل بس في اول element خلاه بسبعة تمام كده فانت كده مفروض تفهم حاجتين تفهم ليلت وانت بتساوي الاري باري او object بobject لبرضو نفس المشكلة دي بتحصل في الابجيكت والكلم عنها هو بياخد الاري بياخد نسخة من الاري باي ريفرنس مش باي فاليو لما تاخد حاجة باي ريفرنس وتيجي تعدل فيها فبالتالي بيسمع في الحاجتين مع بعض طيب حل ده في الجافا سكريبت عن طريق استخدام السبريد اوبريتو حاجة زي كده دوت 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 في الاري يعلي هات لكل الاري وحطها لهنا ده كده بتقبل الاري باي ايه باي فاليوز تمام تعال كده استخدام تاني لي السبريد اوبريتور بالشكل ده الرأي اسمه number one ورأي اسمه number two number one ده مش محمد رمضان ده الرأي اسمه number one شايل بس مجموعة elements من one two three واللي بعده number two من من الربعة لحد ستة هنا استخدم ال spread operator عشال يعمل merging او يعمل يكمبين كل ال values من الاول الري وال values من الري التاني بالشكل ده فتح الري كبير وقال three dots number one هاتلي كل ال values الموجودة هنا وحطها لي كما هاتلي كل ال values الموجودة في الري التاني وحطها لي فكرا هابعندك الري جديد شايل كل ال values من الواحد لغاية ستة تعال كرا اعمل run اه ما عملت save ال run تالي من الواحد لغاية ايه من الواحد لحد ستة طيب اه هنا فيه object تمام تعال تعال هنا فيه object اسمه car كونست car اكوال اوبجيكت في ايه فيه brand وفيه model وفيه colors اه لو حد مخدش الوبجيكت في javascript الوبجيكت بتكتب ازاي تعال كده نشوف الوبجيكت بتكتب ازاي اه كونست او let تمام person مثلا بيساوي تفتح ال brackets شبه ال json ال json بتكتب ازاي key column value اللي بعده فلافز الكلام في الجزء اللي فوق بتقول let او كونست car بيساوي او بيساوي brackets جوه ال brackets دي بيحط مجموعة مل ال attributes عبارة عن key و value يقول لك ال brand مثلا بيساوي ford المodel مثلا اي اسم model للعربية اللول بتاح ايه اللول بتاح رد تمام طيب احلى قول لفز المشكلة اللي كان بتحصل في ال array لو احلى عاديين الكاريت object جديد من ال object الموجودة بيعمل ايه بس دي عشان ما تلغبطش الناس باقول له بافتح ال object اهو فوق كنت بافتح ال array عشان هنا قريه ده object فبافتح brackets واقول dot 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 ايه car تمام هاتلي كل الحاجات ثانية واحدة capital هاتلي كل الحاجات اللي في ال car اكل لك خدت ال values دي كلها قولت تحطها هنا تعال كده اعمل run اه نجابلك ال object اهو بتاع ده ال object الجديد طبعلك ال object الجديد وجابلك هلا اللي فيه brand وفيه model وفيه color تمام طيب وانت بتقبي كل الموجودة هنا ممكن تتعدل في حاجة ممكن تقول له البراند خليهولي مثلا بيمدابل تعال اعمل run البراند بيمدابل والموديل كذا والقرار كذا ايه اللي حصل ده انت بتقول له هاتلي كل الفاليوز الموجودة هنا فاخدت كل الفاليوزي وحطها وقلت كومة وعدلي وانت بتقبيل حاجات دي عدلي البراند خليه بالفاليو بتاعت البيمدابل استخدام بقى مختلف للثري دوتس تعال كده نشوف ده الاستخدام الاخير للسبريد أوبريتو فانشن تمام دي فانشن عادية اه ارو كي فانشن بتجمع لك الرقمين ارجمنت وان وارجمنت تو بترجع لك الريزولت اللي هي مجموع الاليمنت الاول والتالي تمام كده وشيل الى الوج وعمل كل الفانشن اسمها سميشن وبعت لها واحد واثنين مفروض هترجع له رقم ثلاثة ما اعملتش سيف برضو سايا واحدة ارجعت اهو رقم ثلاثة فانشن عادية برضو ارو كي فانشن اه نفس الكلام بتعمل عملية السميشن تجمع مجموع من الفاليوز بس انت متعرفش يعني مثلا هلا متعرفش عدد البرامتر قد ايه هل هو مثلا الارجمنت وان وارجمنت تو واللي هم اربعة اخمسة برامتر والعشرة والعشرين متعرفش ففي حالة اللي هو انت مش عارف عدد البرامتر اللي هتجيه لك في الفانشن دي ممكن تكتب دوت 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 داتا ده كده معلك اللي انت هنا تبعت له اي عدد من البرامتر تمام كده وده هي السبال هلا في الري خلاص كده فبيقول جوه الارو كي فانشن دي السميشن بيساوي سفر data.forEach لو انت مش فاهم الforEach دي بتعمل لوبينج على الري وبتلوب ايتم ايتم تمام فبتقول السميشن بلاس ايكوال ايتم وبترجع في الاخر السميشن خلاص كده تعال هنا انكم منت الجزء ده سميشن بيساوي عمل كل الفانشن دي ممكن لبعت له واحد وخمسة واربعة مفروض مجموحهم يبقى عشرة او او عشرة او او عشرة او او عشرة سميشن بيساوي عشرة ممكن لبعت كمال اي عدد من البرامتر تمام اجيب لك 12 طب تعال كده جوه الفانشن دي اعمل لوج لداتا شوف هلا بيستقبل ايه تبقى معلقة ليه لوج اصبع شوف هلا بيستقبل ايه تعال هين عمل run استقبلهم على اساس ان هم R طيب وعمل متغير اسمه equal zero ويقول data.for each علي اعمل لوبينج عليها على كل ايتم ايتم فهلا جوه كل لوب بياخد ايتم من ال R فاول مره في اللوبينج خد رقم واحد بعد كده خد رقم خمسة بعد كده خد رقم اربعة بعد كده خد رقم اثنين فبالتالي ال variable اسمه sum ده كل مره بزود ال value بتاعته بالرقم الموجود فبالتالي شايل اخر values او مجموع كل ال items اللي في ال array وبيرجع sum خلاص كده ده استخدام ثالث لل spread operator اللي انت لو مش عارف عدد البرامتر ال function دي هتستقبله او عدد argument ممكن تتبعث three dot و اي اسم variable خلاص كده ده كل بشكل بسيط معظم استخدامات ال spread operator في الجافاسكريبت حاجه برضه من الحاجات اللي اللي ظهرت في ال version جديدة من الجافاسكريبت ومن الحاجات المهمة جدا اللي هي extraction او to instructing اللي انت بتعمل extraction او بدل ما تستخدم ال array كله تستخدم بس جزء من ال array ده syntax سيمبل جدا مثلا الهلا فيه vicle تمام vicles مجموعة من ال array shell مجموعة من cards او مجموعة من العبيات وكلف syntax القديم اللي هو تريد اكسس اول حاجة او اخر حاجة كنت بتعمل ايه؟ كنت بتعمل variable let او cognizant هنcomment تمام ده كان السنتكس القديم لو انت عايز اكسس حاجة منهم كنت بتقول مثلا little car او cognizant car بيساوي bicle of element 0 او element 1 او element 2 وتعمل log للcar فهيرجعلك اول element اللي هو الاسم تمام كده طيب فيه syntax جديد تمام ممكن تستخدمه براحطة تمام تمام ده هلا الarray بتاع ويجيه هلا الconist بدل ما يكارث variable فتح الرay ده الشاي الاول الشاي الvalue بتاعت اول element اللي هي car ممكن تسميه مثلا car1 وهنا car2 car3 car2 car3 وطعال هنا مثلا سبق من الجزء ده طعال اطبع مثلا car1 و car2 وطعا mirs look اول element والالمنت التالي من الarray طب ههه العمل ايه؟ ههه العملية extraction قلت لك بدل ما تكرت variable تمام؟ اه شايل اول element و variable ثالي شايل element تاني و اكده لا انت بتقول على طول lead او conniscent وتفتح الري وتحط هلا الvariables بتاعتك طب لو انت عايز بس ال element الثالث خلاص اكتب كمه كمه كارسري هلا بيمشي عليهم بالزبط بالترتيب تمام كده اطبع تحت هلا كارسري شوف هيجيب لك ايه المفروض هيجيب لك ال element الثالث خلاص كده نفس الكلام نفس الاكسراكشة ده موجود في الوبجيكت كل هلا فوق هلا كلها بتجرب على الري برضو الجزء ده موجود هنا في الوبجيكت عندك هلا اوبجيكت اسمه person خلاص كده فيه name وفيه age وفيه gender طيب تعال يا سيدي ده ال person انا محتاج منه ايه محتاج منه الاسم بس we gender مش محتاجه العمر في حاجة خلاص فجي هنا انكونست بس بدل بقى الر احلا هلا بلتعامل مع object ففتح object وحط فيه age و gender الحاجات اللي احلا محتاجات انا مسلا محتاج ال name كمه محتاج ال gender خلاص كده وتعال هلا اعمل look ل name و gender شوف ها يطبع لك تعال كده اعمل run طبع لك احمد وال gender mail ده كال ال extraction وازاي ال extraction بيتم عندك في javascript حاجة مهمة لو انت مثلا عندك object مش محتاج كل ال fields والعجات دي كلها بتعمل extraction ها محتاج بس name و age و شوية حاجات البقى مش محتاجه فده هيوفر عليك في syntax بعد كده في حاجة مهمة انت تبقى فاهم الفرق بينهم انواع المتغيرات او types في javascript في حاجة اسمع primitive type ال primitive type هو عبارة عن type تعال variable اللي منهوش اي method ومنهوش اي properties و مفيش حاجة بتأثر عليه زي ايه زي string number undefined integer big integer والsymbol والل طيب الحاجات اللي مش primitive ال non primitive زي ال object زي ال array وفي javascript كل حاجة بيعملها بيعملها على اساس ان هي object مثلا ال array mass date error map set regular expression function وال array نفسه كل الحاجات دي لو قلت ال type بتاحها ايه ال javascript ايجب لك type object ازاي بقى هو ده اللي ال javascript بتاعه يفهم ال function و ال array و ال set و الماب والحاجات دي اللي type بتاحها object طيب تعالى نشوف الفرق اكثر بين primitive تمام اه زي ايه زي تعالى كده نعمل un comment الجزء ده كده بتكرد متغير عادي جدا variable let second name بيساوي first name لو جيت second name بيساوي محمد هل ده هيسمع في first name لا طب ليه لا عشال string اهو جاب لك الهو تعالى بس اللي عمل ايه اللي عمل save ولمسح اللي clear الجزء ده وليج نعمل run جاب لك احمد اللي في first name ومحمد اللي في second name طب ليه لما جيت تعديل اللي في second name زي ما احنا ما خادله قبل كده لما كل يبلي عدل في ال object كان يبلي عدل في ال object لا عشال ال variable ده عبار عن primitive variable shale shale string تمام انت قلت يا ليل little first name بساو احمد فده shale shale string فالحاجات اللي هي string والnumber والundefined والبوليان والحاجات دي كلها دي عبار عن primitive مهما قلت second او variable جديد بيساوي ال value ده ده بي copy by value مش by reference تمام على عكس ايه بقى على عكس ال object تعال كده في المثال ده first object بيساوي ده object فيه name بيساوي حسام والعمل مثلا 29 second object بيساوي first object تمام كده وقلت second object dot h بيساوي 30 هنا حصل ايه ده هيعدل فيه في first object ويعدل في second object طب ليه عدل فيه وما هو؟ عدل اله وفي اتباع 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 الاصفة الفيرس اري والسكند اري طبع عشرة اثنين عملت السيف برضو زي كل مرة طبعه عشرة اثنين وثلاثة ولفس الكلام عشرة اثنين وثلاثة فده بس الفرق بين البرميتيف الحاجات البرميتيف دي عبارة عن الفاريبل اللي الطايت بتاعها بيقول string number boolean undefined integer blul مالهاش اي properties مالهاش اي مصود محدش بقدر يغير في الفاريز بتاعتها اللي هي بس لو عملناها assign value جديدة عالعكس الobject بكل انواعه الarray,object, regular expression, map, set برضو فيها في الجافا سكريبت اسمها map و set دي ضد ضافد في الفرجن الجديدة من الجافا سكريبت يعني لو انت حابب تعمل على سيرش وتشوف ازاي syntax بتاعتها ده كان موخص البرميتيف تايبس في الجافا سكريبت دي اجي بقى للاهم من الاجزاء اللي لتا المفروض هتشغل بها على طول في اي project بالجافا سكريبت هيقبلك حاجة اسمها array functions دي مجموعة من ال helper functions اضافت في الarray بتساعدك لتاعمل لوبينج بتاعمل عملية filter find حاجة اسمها reduce يعني مجموعة كده ايه مجموعة method بتاعمل لتاعمل مع الarray بتاعك اول function فيهم اسمها map يعني احباب هذا الشكل الماسم الموجود عندك في الarray هذا الرay شاية الولمانت شاية الولمانت اثنين الماسم عبارة على circle مدورة الماسم بضع ومع كل الماسم فهو يعدل الألمنت ده بدل ما كانت سيركل خلاها سيركل وي ريكتانجل بقى مديرة وي مسلس خلاص كده فبالتالي الاري الجديد هيبه بالشكل ده هيبه عدل في الاليمنت الموجود عنده خلاها بدل ما كانت سيركل بس لا بقى سيركل وي معها ريكتانجل طيب تعال لشوف الجزء ده ازاي بتكاريت هنا في حاجة اسمها الاري فونكشن اهو في الفايل ده بتاعنا لعمل انكمنت للجزء ده ده عبارة عن الاري عادي جدا كونست الاري بفيه الفايلوز من الواحد لغاية خمسة اخدت في الفيرجن القديمة من جافا سكريبت اخدت في حاجة اسمها فور لوب ممكن تقول فور لتل اي بيساوي 0 اي اصغر من مثلا الاري دوت نينس خلاص و اي بلاس بلاس تيجهلة تقول اللوج لالاري او تعمل اي اوبريشن انت محتاجها جوه الفور لوب خلاص ممكن تقول مثلا الاري اوف الاليمنت اضرابها في اتنين تمام تعالك كده نشوف ده في اللوج هيطلع ايها اجاب لك اهو اتنين اربعة ستة تمانية عشر طيب لفس الجزء ده بس بده مستخدم فور لوب بقى فيه سنتاجس اسهل اولهم الاري ماب الاري ماب ده تمام يعني بتكتب الاري بتاعك بطول الاري دوت لو جيت الاري دوت او جاب لك فيه حاجة اسمها ماب فيه حاجة اسمها بقى فل وفينتر وفايند مجموع من الاري ماب هي فونكشن بترجع لك ايه بترجع لك الاري ماب بطيحة الارو كي فونكشن في الايتم تمام في الايتم بتاعك وفي الاري ماب فده هي الايتم وفي الاري ماب وفي الاري ماب طيب انت عايز ايه انت بتقول هترجع الاري ماب لاتو بقى اتنين الويض الى وصلED kar 허دي ar kfun ви فاقي الايتم الاندكس زيرو اول مرة ثاند في الجحيم الروب الريق الثاند انت بتعمل ايه بتعمل شوية اوبريشن وبعد ما تخلص اللوجيك بتاعك بتريتر الفاليو اللي هو هيعملها ففي اول لوب هو شايل الايتم بواحد والإنكس بزيرو والقرية شايل كل القرية ده قلت له الايتم خليه في اثنين اضرب واحد في اثنين ورجع رقم اثنين عشان يتحط هلاف القرية بتاعك في الري ماب بترجع لك قرية جديد بعد ما متخلص الشغل بتاعك بترجع لك كل الفاليوز اللي تعدلت فيه قرية جديد بتعلي كده واعمل كونسو اللوج للري الاولالي والري التاني ونشوف شجر بتاعهم بقى عامل ازاي واحد اتين هوا اول قرية ما حصلش فيه اي اي ايدت فالري ماب ما بتعدلش في الري الاصل بتاعك الري ماب هي بعد ما بتخلص اللوجيك بتاعك بترجع لك الحاجات دي كلها فيه قرية جديد خلاص كده فده كان الاول حاجة اللي هي الري ماب دي بديل الري ماب فيه حاجة اسمها الري فلتر والسنتكس بتحلي سهل جدا بترجع لك الايتم والانديكس والري بالكامل بحيث تكتب كل اللوجيك بتاعك وما بتعدلش فيه الري الاصلي لا هي اه بتقبي الري الاصلي وترجع لك قرية جديد شايل كل الفاليز اللي اتعدلت معاك بعد الري ماب فيه حاجة اسمها الري فلتر من اسمها لو انت عايز تعمل فلتر على الري بتاعك زي ده الري اسمه shapes او الاشكال فيه هنا مثلث وcircle ومثلث ثاني انت بتقول shape ده الري بتاعك shapes.filter هاتلي كل الـ elements اللي الشكل التاحه عبارة عن مسلث بس هاتلي لو دايرة ما ترجع عليش فرجع له الـ element الاول وثالث تعال كده برضو نشوف الجزء العملي الري فلتر ده بيتم ازاي برضو الري فلتر ما بيعتلش على الري الاصلي لا بعد ما بيخلص اللوجيك بتاعه بيرجع الـ value في variable بقى انت بتحطه فقال لك little array filter بيساوي الـ array dot filter خلي بالك كل الـ function دي موجودة فيه الموجودة في الـ array فهلا هلا ما تقول array dot filter طيب الفلتر دي تعال كده نشوف بترجع ايه تمام بص وقال لك اول حاجة بترجع الـ value او بتتقبل call back فيها الـ value وفيها الـ index وفيها الـ array الاصلي يبقى هنا انت عندك whole value اللي هي الـ item والإندكس والـ array الاصلي طيب بتحط هنا ايه بتحط هنا بقى الـ condition بتاعك او الشرط اللي هلت عايز تحطه عشان يعمل عملية الفلتريني ممكن تقول له lta بتقول الـ item modulus 2 equal equal 0 معنى ايه الكلام ده يعني لو الـ item يعني مع كل اللوب لو الـ value ده باقي الاسم بتاع الـ 2 بيساوي 0 تمام رجع لي الـ item ده else ما ترجع ليش الـ item ده كده انت هتجيب كل الارقام الـ even اللي هي زوجية تعال كده نشوف run code او جاب لك اتنين واربعة اللي الـ 2 والاربعة باقي الاسم بتاعهم هل هو equal 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 0 هل هو بيطلع 0 ولا لا اه تمام ده syntax في اختصار شوية ممكن لو الـ syntax ذهي لغبطك اكتب syntax عادي جدا فبالتال فبالتال if هل هيجيب لك الـ 1 والـ 3 والـ 5 هلا بقى ممكن تحط اي لوجيك انت عايزه خلاص لو الـ item ده اكبر من كذا اصغر من كذا الـ value بتاعته بتسوي كذا هلا بتحط اللوجيك بتاعه خلاص فالـ array filter بتعمل عملية filtration بتفلتر الحاجات الموجودة عندك في الـ array بحيث اللي هي بدل ما انت مثل ما كان عندك array فيه نسومة item ارجع لك خمسة item بس او اربعة item على حسب الـ condition اللي انت حطه عندك هنا ايه في الـ body بتاع الـ call back بتاع array filter خلاص كلا في برضو function مهمة جدا اسمها find خلي بالك برضو لت ممكن تستخدم array filter في search انت متخيل مثلا ما حد بيجي يكتب في الـ part تاع الـ search اللي هو مثلا مثلا هنا في الـ search مثلا بيكتب اي كلمة او اي حاجة فاول لما يضغط enter تمام بالشكل ده فممكن يبقى تستخدم array filter او array find عشان يعمل search على الحاجة خلاص كلا array find array filter بترجع item او اكتر من items array find بترجع item واحد بس ده array ismushaps تمام فيه مجموعة من shapes تمام circle والريكتالجين والمربع والمستطيل whatever مجموعة من الاشكال وبتقول shapes.find هاتلي لو shape equal equal مثلس رجعه لي طب لو انت عندك حاجة متقررة بياخد اقرب حاجة او اول حاجة بيقابلها بيرجعها تمام كده تعال تجرب الجزء ده array find تمام قلت array dot find item قلت هاتلي الايتم لو اللي هو equal equal 2 خلاص كده ويرجعه لي في array find هلا بقى array find ما بترجعش array بيترجع value واحدة بس طيب بتاعها ايه number طيب جاملين طيب جاملين الطيب ده عشان array كله بالتعطيه تعال كده عمل run طيب عمل سيف الاول تعال كده عمل run جابلك رقم ايه رقم ايه رقم ايه تمام طيب لو رقم ده متقرر عندك في array بياخد اول حاجة او كده كده في array في الماب والفيلتر والفاين بيعمل اللوبينج على الاري element element واحد هل واحد equal equal 2 لا هل اثنين اه خلاص رجع لرقم اثنين وخلاص ما تكملش في الايه في الاري بتاعك تمام كده طيب فيه فانكشن هنا برضو اللي هي حاجة اسمها for each خلاص بدل ما تكتب for loop اللي اتخبتها في حاجة اسمها for each بالسنتج بتقول array.for each هنا برضو arrow key function بترجع لك الائتم والإندكس والاري تمام وتحط هنا البادي بتاعك مثلا مثلا اللي تساوي zero مع كل مرة بتقول summation plus equal item فهنا في اول لفة summation هيبقى بزيرو فهنا بيجيب اول item اللي هو بواحد فالصممشن هيبقى summation زائد item اللي هو زائد واحد يبقى بواحد باللفة اللي بعدها الاثنين وهكذا لغاية ما يجيب لصممشن او مجموعة كل القرية ده ويعرضوا فين جوه المتغير اسمه صممشن تعالى كلا انا منسيبه لشوف الجزء ده رجع لك 15 فالاري dot for each ده ده حل بديل بدل ما تكتب كل شوية for وتقوله little i بيساوي zero وتقول ال i أصغر من الاري dot nins لا على طول الاري dot for each وهو بيرجع لك الائتم والإندكس والاري كمان معاك يعني مش بس بيرجع لك الائتم لا بيرجع لك الائتم والإندكس بتاعه وكل الاري وإلا بقى تكتب اي لوجيك انت عايزه خلاص كده طيب في حاجة موجودة من ضمن الاري function حاجة اسمها reduce استخدامها مش كتير للصراحة بس الفكرة منها اللي هي بتقلل بدل من انت معاك الري في مجموع من elements بتعمل لهم reducing ل element 1 مثل هنا مثال بيشرح الموضوع ده الري اسمه اللي هو اللي هو اللي هو المكونات فيش مجموع من المكونات ف راح عمل كل الاري dot reduce وعمل بترجع له value الجديدة والقديمة وعمل reduce او اختصر كل المكونات دي في element 1 تمام على كده نشوف الجزء ده بيتكتب ازاي هو الاستخدامه مش يعني مش كتير في الجافا سكريبت بس هي موجودة معاك تمام ده الري بتاعك بتقول الاري dot a reduce شوف هي بترجع لك ايه بترجع لك بيقول لك اول حاجة بترجع value الprevious تمام اللي فاتت وبترجع لك current خلاص وبترجع لك current index والاري بالكامل الprevious والcurrent والindex والاري طيب انتهي لعملت ايه دي يخلي بالك reduce function بترجع element واحد تمام شبه ايه شبه الفايد مش الفايد انك اللي بترجع element واحد نفس الكلام الاري dot reduce بترجع element واحد طيب هنا بيعمل ايه مع كل element بقول له ان انت هترجع value الprevious زائد current يعني في اول loop الprevious كالب مفيش والcurrent كالب واحد تقفلوا بالبعض الprevious كالب واحد والcurrent بيساوي اثنين اللي بعده الprevious باثنين والcurrent سوري الprevious بقى كال وقتها بثلاثة والcurrent بثلاثة وهكذا مغاية ما هي هي تجيب السميشن بتاع كل الاري ويحطه في المتغير او في البراب والاسمه واري الريدوث على كده هنشوف دي المفروض هترجع 15 اللي هو مجموع الvalues اللي جوه الاري الموجودة عنك خلاص كده استخدامها مش شائع قوي في لازم ممكن تقولك طب بدل ما استخدم الريدوث ممكن استخدم الجزء ده الforeach واجيب السميشن بتاعهم وهو عندك ابتر من حل او ممكن تستخدم الفور العادية خالص تمام وتشغل بها بس ده السنتاجس ده يعني ابسط خلاص ويرجعلك الprevious والcurrent والإنديكس والريدوث طيب فيه sorting فيه حاجة اسمها array sort دي المش حطيته هنا في هبقى زودها فيه حاجة اسمها array.sort خلاص كده بتتسقبل الا والبي تمام يعني ده هلا وعايز تعمل sorting ascending أو descending خلاص كده الف اكبر من b هترجع minus 1 else رجع واحد أو عالطول مش مقتاجة وحط else خلاص كده ده هلا بيعمل sorting ليه الموجود عندك او اعمال لك sorting من الكبير للصغير لو اعكس هلا الكبير خلاص كده خليته العكس يعمل لك sorting من الصغير للكبير بالشكل ده خلاص كده طيب اخر مثال على array map تمام هل بس في المثال ده عايد ووضح حاجة تمام يشيل كل جزء ده عشان ما يلطبطش الناس ده عندك array عادي جدا انشال ال values من الواحد لغاية 5 ويمسح ال array اللي من الفوق ده خلاص بتقول ايه بقول الكونست او ال let خلي let modify array او new array بيساوي ال array موجود عندك dot map و dot map تعال افتح لك ال body هلا بيرجع ال item و بيرجع ال index و بيرجع ال array كله خلاص كده اعتقد احلا مش هلحتاج غير ال item و ال index وهنا هل هات return هايدا رجع text اه فبقول هقول ال index ال index بيساوي all plus ال index ال index و اتبع new array اللي انت عملته تعال كده تشوف الجزء ده هيجب لك ايه تمام اهو جاب لك هو index 0 و element 1 index 1 element 2 وهكذا طيب هل في حل بدل ما اقول شوية قاعد افتح quotation ال index بيساوي ولا ما احط variable لازم اقول plus ال variable بقى كده plus افتح quotation بعد كده او في حاجة اسمها الباكتك سينتاكس او template string او يعني ليه اكتر مسمة اشارهم الباكتك سينتاكس طيب ده بتكتب ازاي في عندك في الكبورت في حرف ازاي عندي مثلا اللي هي باكتك الشكل ده دي اسمها باكتك تكتب ايه؟ بتكتب ال index بيساوي عايز تكتب variable جواها افتح علامة الدولار اللي هي بتاعت البيتش بي وتكتب ال index عادي جدا وتكمل بقى text عادي جدا جدا اكلك ده برضو اتوفر عليك بدلا من كل شوية تقول quotation اسم ال variable لا ده بقى سينتاكس اسهل عندك اللي تضغط برضو في ال version جديدة من الجواسكريبت وتقوله ال item بيساوي عايزك تعمل variable خلاص وتقوله ال item بدل ما كل شوية تفتح وتقفل في الاقواس وتطلق بط ده بقى سينتاكس اسهل موجود عندك فين في ال area في بقى بقى ال result هي هي ما فيش اي اختلافة اهو ال next zero و ال item ما هي هجز هم هم خلاص بس ده سينتاكس اسهل عندك اسمه ال backtick syntax بس كده طيب اه دي كالت اهم ال functions اللي موجودة عندك فيه ال array فيه بقى ال built in function طبعا ال built in function موجودة في ال array اللي عادة بتاعهم يعني ضخمة جدا اللي اجيب لك اشهر الحاجات اللي ال واحد بيبدأ يتعامل معها الحاجة اسمها array slice وطبعا همر عليهم بسرعة لكده كده الحاجات دي واحنا بتشغل في ال project يعني هتمر عليه اكتر من المرة واحنا شغاليه فقط كده عندك هلا array array one شايل ال element من ال واحدة وغاية خمسة بقول array two بيسوي array one dot slice بتعمل ايه slice خلي بالك لما باجي بعمل save يعني محمل هلا اضافة تمام في الفيس كود بتعمل لي بيسمها كود فورمات كود فورمات كود فورماتر كود وانت بتعمل save على طول بيعمل لك فورماتنج من الصفحة على اسكرا على بيزبط لك ال spaces و الحاجات دي كلها بدل من كل شوية تمسح ال space وتحطها وكلام ده كله ترجع للموضوع فيه حاجة اسمها slice اللي بتعمل ايه بتاخد بتقبي جزء من ال array تمام هتيجي هنا من الجيل متعدل في ال array بتاعك الاصلة بتقول هلا array one dot slice هيبدأ من الاول ايه هيبدأ من الاول ال index ال index رقم اثنين زيرو واحد اثنين رقم ثلاثة دراسة بيزبط حماسك ال رقم الاول رقم اثنين واضح اثنين ثلاثة اثنين واثنين ثلاثة اثنين 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 ثلاثة ال array اه كونست الري تو ماشي ده الري وان تعال نشوف هلا ايه المشكلة ماشي نقوم بن يجب ايه المشكلة نقوم بن يجب المشكلة الري تو مجد الري تو مجد الري تو ممكن تقول كات مكتوب صح وضع الشراء مشكلة فدعب لك اهو slice012 بدأ من الاول الاليمنت الثالث تمام المفروض يقفل علاج ال 4 ال 2 3 4 ولكن لا يشمال الاليمنت الاخير يعني تبصي من الاول الاليمنت الثالث لغاية الاندكس الرابع بس مش شامل الاليمنت اللي هو في الاندكس رقم اربعة لهو رقم كمسة يعني زيرو واحد اثنين تمام ابدأ برقم اثنين خده معك رقم ثلاثة بعد كده ده الاليمنت التالي التالت والرابع اقف عقل لغاية الرابع ما تاخدش باليو بتاعنا خلاص كده ده من نسبالك اللي بتعمله السليس بتقبي جزء من الاري الموجود عندك هي تالي فيه حاجه اسمها سبلايس لفس اللي بتعمله السليس بالزبط بس الفرق اللي هي بتعدل في الاري الاصلي بتاعك فهي هي لفس الحاجه بس بتعدل في الاري الاصلي تمام لو جيت هنا شفت عدلت في الاري الاصلي شالت جزءنا منه خلاص كده وفيه هنا حاجه اسمها الاري ريفيرس لو انت عندك هنا الاري وانت عندك هنا مسلا الاري واحد ممكن تقول الاري 1.reverse بتعمل ايه بتاعكس الاري بيجيب لك اللي في الاخر بتحطه في الاول وهكذا اهو خمسة اربعة وهكذا بيجيب لك الكال الموجود في الاخر للاول طيب ماشي خدنا في حاجه اسمها جوين تمام تعال لاشوف الجزء ده عندك هنا ارري وان و ارري وان و ارري www.r2 اه و ممكن لوولت تعالوا تعمل بمرجينج الاري وان و الارري 2 خدنا في جزء الـ spread operator ممكن تقول dot 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 array 1, dot dot array 2 او تستخدم تمام بالشكل ده او تستخدم array 1 dot concatenation او concat array 2 اللي هي هاتلي array 1 ويزود عليه elements الموجودة في array 2 ويخذلهم لفيه variable جديد اسمه array 3 تعال كده اطبع array 3 شوف هيجيب لك ايه هيجيب لك اهو ليه كده بقى او عشان انا حطت هيجيب array 1 ماشي تعال عمل save اهو من الواحد لغاية ايه من الواحد لغاية خمسة اهه تمام فيه هيجيب حاجة اسمها array dot join join دي تعمل ايه join دي بتحول array لي string خلاص كده بدل ما هو الري بتخليه string وبتقول لك بلي ال elements احط ايه الفاصل بتاعي ممكن احط كمى ممكن احط داش ممكن احط سلاش اي حالة اللي عايزها بحطها هنا run code رجع لك text بدل الري ممكن احط ايه ممكن احط مثلا الكمى بالشكل ده او دوت او اي حاجة خلاص كده فالري دوت جوين بتتحول الري بدل ما هو الري بتخليه لي string وهنا لو هتسيبها فاضية فهو هيخليه empty اهو تمام على طول هلقات صوري ال default بتاعه بيحط الكمى خلاص او انت هنا ممكن تحط اي حاجة انت عايزها خلاص كده طيب دي كان اشهر ال function الموجودة في الري واشهر ال built in function الموجودة عندك في الري بعد كده في حاجة اسمها higher order function دي حاجة advanced شوية في javascript يعني مش هدخل فيها بالتفاصيل قوي هدلك بس هنت عنها هي ايه هي higher order function او callback function هي عبارة على function بتستقبل another function as parameter يعني ايه يعني دي هنا فيه function اسمها if name underscore name ال function دي احلا مثلا اي function بتستقبل مجمع ملق برامتر زي مثل اي كوما بي كوما سي اللي بعت لها ارقام خمسة ستة اللي بعت تقريب اللي بعت object لا هلا بقى بتبعت لها function يعني ال function بتستقبل منك function وال function دي ده اسمه callback او higher order function او كل function دي بترجعلك بدل ما بترجعلك result او حاجة واحدة لقد بترجعلك function بالكامل بس كده فلا هسيبلك بقى يعني هسيبلكم الجزء ده جزء ال higher order function طبعا اللي عمللك به برضو فايل ومديلك شوية امثلة ايه هو ال higher order function والcallback هم يعتبر واحد فا ايه الفرق برضو بينهم ومديك امثلة عليهم والكلام ده كله بس عشان ما رغبطش الناس دي حاجة شوية advanced في الجواسكريبت بهذه الحد m in broHN فantly يعني الناس اللي هفضول وحابة تشوف الفرق بينهم اكتر بالتفصيل هيبقى موجوده عندك الجزء ده طيب الحاجة لبعد كده الحاجة من الحاجات اللي مهمة جدا 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 في الجواسكريبت وabelشكل عام السورة السورة ايه هو السورة السورة بس لعمل كده zooming في الحتة دي طيب البروميس بشكل بسيط هو الوعد عبارة عن حد مثلا بيوعد حد تاني تمام فده اسمه بروميس مثلا الهلا في المثال ده بيقولك يعني الام بتكلم ابنها بتقوله اي بروميس يو تو ميك كيك عشان اعيد منها ده فلما حد يعد حد في حاجة من حقتين لاما هيافي بالوعد ده او هيخلف الوعد ده يعني لاما هيافي بالوعد او هيقول او لا او هيخلف الوعد ده فاي بروميس في جوافا سكريبت الريزل بتاعته حاجة من حقتين لاما حاجة اسمها ريسولف يعني خلاص كده تمام هي عاملة الكيك فخلاص كده او حاجة اسمها حاجة اسمها ريجيكت ويرجع الارو في كلتا الحالتين سواء ريسولف او سواء ريجيكت يعني البروميس كده خلاص اا اوكي ضن لاما اتعمل او لا خلاص كده طيب تعال كده نشوف البروميس بيتكتب ازاي في الجوافا سكريبت طيب ممكن احنا ما ننجيش خلاص جنب الاكواد دي احنا نكتب الكتب بتاعنا هنا تحت بتاعنا مثلا تكتب نيو بروميس او تمام البي كابيتا. نيو بروميس بيقالك بيستقبل اهو بيقالك بيستقبل اهو فيها حاجة اسمها resolve وحاجة اسمها resolve وعنك reject فده تبقى عبارة عن function تمام فيها ايه فيها هنا resolve وهنا فيها reject طب ها نازم الاسمية دي لا ممكن تسميه x ممكن تسميه اي اسمتين ممكن تسميها لا بس الاسم المتعرف عليك في البروميس اللي هو resolve او reject فتكتب هلا من لتبالك اي condition زي ايه زي if المثلا لو انت نعمل مثلا في variable kunst finished react course تمام خلي بترو لو انت لو الفنش react course equal equal بترو هعمل success او هقول success هبعط لها true تمام طب else else هابها call او هعمل firing لي الفيل او ال reject وابعط لها بترو الاسكرا هلا البروميس انت عملت هلا البروميس بيتستقبل حاقتين حاجة اسمها resolve و reject مش شرطة تشتغل بالاسماء دي ممكن تحط اي اسم اكس واي تمام البروميس ده مفروض يرجع منه حاجة واحدة لا اما success او بفيل بتحط هنا في success او في الفيل اي حاجة ممكن تحط variable ممكن تحط object ممكن تحط ري ممكن تحط اي حاجة تمام ده من لسبالك البروميس بتاعك البروميس ده مفروض بتخزن في فين بتخزن في variable اسمه مفروض بقى تسابسكرايب على البروميس ده بتقول myPromise.zen تمام يعني انت كده بت بتسابسكرايب او تعالى هنا نكتبها بتسابسكرايب او listen على الريزلت بتاعة البروميس ده تمام على الريزلت بتاعة الايه بروميس هل بتشوف البروميس هل هيرجع ريزلت ايه او شكل ريزلت عامل ايه في حالة اللي هو رجع اه success خلاص كده هيرجع في الجزء ده او في حالة اللي هو رجع error هيرجع لك في الجزء ده ده كده انت عملت البروميس بتاعك تمام البروميس فيه حق تيل success او fail انت هلا بتكتب اي لوجيك جوه لتعايزه لو خلاص البروميس بتاعك تم هتخلي الساكسيس بترو او او مجرد ما تقول الساكسيس فخلاص كده else هيبقى بفيل طيب وانت هلا بتسابسكرايب او بتلسن على البروميس بتاعك لو بساكسيس تعالى هلا يعمل اللوج yes my promise is done تعالى هنا برضو else لو في اي error عندك ها او فيلد زا بروس خلاص كده تعالى هنا اعمل run وشوف هيجب لك ايه جابلك yes my promise is done ليه عشان البروميس اللي اسمه فينش راكت كورس بترو لو انت خلصت الكورس بتاع الاكت فبالتالي خلاص بانت هتعدي ان شاء الله في الماده دي لو لو ما خلصتش الكورس بتاع الاكت فالقدر له فانت كده قاعد في الماده دي تعالى كده غير الفريابل ده الاسمه فينش راكت كورس خليه بفالس فبالتالي مش هيدخل هلا في ال if condition وهيدخل في ال else وهيفاير الفيل بتاعت البروميس فوانت هلا بتسابسكرايب او بتنسع على البروميس مش هيدخل في الساكسس هيدخل في ال error فهيدخل لك I failed the promise تعالى من run اه جابلك I failed a I failed the promise يبقى اي promise عندك تمام كده بيركع حاجة من حاجتي اللي اما success خلاص او feel طيب اه ده كده البروميس اللي موجود عندك طيب الجواسكريبت في حاجة اسمها synchronous في حاجة اسمها asynchronous ايه بقى الكلام ده بشكل بسيط synchronous يعني in javascript وهي بتنفذ ال action بتلفزه step by step بمعنى اول حاجة لتا مثلا جيت في الكوب بتاعك قلت كونست variable بيسوي x بيسوي خمسة بعد كده قلت ال x بيسوي ستة بعد كده ال if condition بعد كده دي اسمها synchronous ايه تمام اه function او javascript هي او synchronous non language طيب حاجة اسمها asynchronous زي ايه زي البروميس البروميس ده التى بتكرت البروميس تمام وبتسبسكرايب او بتلسل على ال value بتاعت البروميس بتاعك البروميس ده ممكن ياخد وقت تخلي بالك يعني مش شرط التى يعني مش شرط التى هنا مثلا عملت البروميس هنا بتسبسكرايب على بروميس بيكمل javascript بتكمل ما بتستناش لغاية ما تخلص تمام اللسل او سبسكريبشن على البروميس الساعة لا لو فيه instruction هتكملها تعال كده مثلا اعمل هنا مثلا look تمام here خلاص كده تعال اعمل run الجزء ده جاب لك اه ايه اللي حصل ده بقى جاب لك here بعد كده ايه 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 هو ايه اللي حصل هو مش المفروض اه يعني الجواسكريبت بتمشي السطور من الفوق اللي تحت فاول حقا لتعملت variable بعد كده عملت البروميس بتاعك بعد كده بتسبسكرايب على البروميس بعد كده مفروض تطبع هير دي في الاخر اه ما انت في حالة ما خدش بالاكملها وانت بتسبسكرايب على البروميس ده انت مش عارف الريزولت هترجع لك امتى بالزبط البروميس او الحاجات الشابة البروميس دي بتاخد وقت تمام فبالتالي لا هو الجواسكريبت بتكمل ولما يحصل لسن او السابسكريبش على البروميس بيطبع الريزولت بتاعتك تمام كده طيب حاجة زي كده الحل بتاعها ايه الحل بتاعها اللي احنا هنعمل رابنج لكل الحاجات دي اه جواه فانكشن واللي اكل دي اه كونست ران دي عبارة عن ارو كي فانكشن جواها كل الحاجات دي خلاص كده و هعمل لها كولينج تحت خلاص كده تمام الحل اللي انا في الحاجة زي كده انا لو عايز اخلي الجواسكريبت اه تفضل ويتنج لغاية لما البرومي زي خلاص باجي هلا عند السابسكريبشن واكتب كلمة او ويت ويتنج لديه عشان ما يفعش نستخدم او ويت لازم ايه احط هنا اثنك اثنك خلاص كده يبقى لغة الجواسكريبت لغاية سينكرونس تمام بتمشي الانستركشن المكتوبة اه واحدة بواحدة اول حاجة بكارية البروميز بعد كده كارية البروميز بعد كده ويرجع لك ريزلت فممكن ياخد وقت شوية فاصبر كمل بقى بقى الحاجات ولما تخلص ارجع للبروميز تشوف ايه لما يرجع لك ريزلت اطبع الريزلت دي طيب انا لما ضيف لك كلمة او ويت يعني استنى استنى لما البروميز يرجع لك الريزلت بتاعه تمام كده والاويت لازم تشتغل عن طريق السينك قبل الفونكشن بتاعتك لازم تحط قبلها كلمة ايه اسينك تعالى كده اعمل run او قال لك i failed the promise بعد كده طبع لك كلمة ايه انتخلى بالك ال value المفروقي عليه في البروميز ممكن تكون الريزلت دي بتاخد وقت تعالى كده فيه فانكشن اسمها اسم ست تقطقى i mount صح خليه خمس تلاف ميلي سكند وحطه جواه ال if وال else يعالى كده البروميز ده بعد خمس خمس سكند خمس ثواني هيرجع لك الريزلت تعالى كده اهو لسه مفيش اي ريزلت خالص ما طبعش كلمة here اهو بعد كده طبع كلمة i failed the promise وطبع كلمة here للبروميز ده اوات ممكن يكون بيكون ال api بيعمل حاجه فبيبعت للسيرفر لسه بيرجع برسبونس فالجافاسكريبت ما بتستناش لغاية ما ايه لغاية ما يخلص كل الحاجات دي لا هي بتكمل عم طول في السطور اللي بعدها فلو انت عايز تتجبر الجافاسكريبت اللي هي تفضل await بتحط الكيوورد اسمها await ولازم يبقى جوه function وfunction دي تحط قبلها كلمة async لازمت على اعطاء وا tokين اه ده كان البروميز طبعا لو بجد عليك ملتي مع particreet ملتي مع السيك ؟ مع maximum اكتر مع الحاجات من بروميز وعايز تستنى اوقع الحاجات من قريبём البروميز لعلمات المرسة وش�� которые punk �� 네 this thing ولا اعلمات المدامة من اللي هي الشيافاسكريبت اهو دي عبارة عن ده variable اسمه call second promise بترو ودي عبارة عن arrow key function عادية جدا اسمها first promise الشي اللي ايه بتكاريت promise تمام في success و fail وبعد خمس خمسة second لو البرابول ده بترو بيبعت success تمام وبترجع البروميس ده ليه الاروكي فونكشن الاولى بعد كده فونكشن رقم اثنين اسمها second promise نفس الكلام بترجع promise بس البروميس صح على طول بيرجع success وده هنا حطيت طبعا مفروض يفضل لو لست تشغل بالبروميس حطها بين try و catch وبدي حاجة من الحاجات الجديدة ظهرت في javascript ما كانش فيه try و catch ده ظهر بقى في try و في catch عشان يهدل الارو زي معظم البروغرامي الموجودة هنا بتقوله first promise بعد كده بتقوله هلا wait تمام و console log first وبعتها second promise وحطيت هنا كلمة wait خلاص كده فده بشكل بسيط ايه هو البروميس ازاي بتكاريت promise برجع لك حاجتين حاجة اسمها resolve حاجة اسمها reject او success او fail البروميس انت بتسبسكرايب على البروميس ده خلي بالك الريزولت مش بتجيلك فورا لا ده الجواسكريبت تكمل execution في الكود بتاعك ولما البروميس بيرجع result وقتها بيسبسكرايب على البروميس ورجع لك الresponsي بتاعك هل يستخدم البروميس وحنا بالقول ال API وحنا بيعمل integration فكلام ده هيوضح اكتر اكتر وحنا في العملية البقاء للشغل في البروجيكت وقدامنا اكتر من البروميس والحاجات دي كلها خلاص كده ما تشغلش بالك دلوقتي بالمالتي بروميس اما حنا انت فهمت البروميس بتكون من اي 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 الاجزاء بتاعته فهمت اللي في حاجة اسمها sync و wait تمام وده كان الجزء يعني المطوب اللي انت تفهمه دلوقتي في البروميس بس كده فانت انت كده اعتبر خلاص يعني خلصت او خلصت اول جزء او اول section اللي هو الريفجن على على معظم الحاجات اللي تخص الجوافا سكريبت يعتبر كده راجعنا على على ال variable وزعب الكاريت variable وراجعنا على ال array والobject وال function وال spread operator وايه هي ال helper function جديدة اللي هي ال filter وال find وال map وال for each وال promises وال async والاويت والحاجات دي كلها فالتاق يعني بيت ملم اكتر به الجوافا سكريبت فلاص كده طيب لو في حاجة عندك انت مش قوضح لك من نسبالك في الجوافا سكريبت او عايد شوف مثلا resources اكتر انا لا اعمل لك recommendation لحاجتين ال dihabdo3 school ده طبعا الناس كلها عارفاة symbol خالص ويبيوفر لك كمان ال example تحت كل حاجة لدينا اكمالاه والدكة التي توجد أكثر فيها مثل البرجنس جوز الوجيكت وجوز الوضع والأسينك والقل باك والأسينك والقويت ومش موضوع للضم والبوم والدكة دي كلها والوابي بقى ده مش مش تابعنا والأجاكس نفس الكلام نحن يعتبر كل الحاجات البيجينر اللي في دي كلها معانا والجابسكريبت فيرجنس ده كان بالملخص الفيرجن الموجوده في الجابسكريبت والشوية في الوبجيكس والفنكشن القاضي يعني انت لو حابب تتعمق اكتر في الجافا سكريبت ولو انت هتدوس اكتر في الجافا سكريبت في ده المصدر ده يبقى منسبة لك كافي لو بقى الناس اللي بتحب مصدر الاذفانست شوية المتعمق اكتر في اللغة بيوفر لك كل حاجة طبعا الامدين ويب دوكمنتيشن افضل بكتير وفيه يعني غانب كل المصادر تتخيلها في الجافا سكريبت بالامسلة وكل حاجة بس يعني شرحه مش مبسط زي ثري سكون هي فيه شرح منظم اكتر تحس الحاجات سهلة شوية هي تحس الحاجات فيها تعقيد اكتر شوية خلاص كده فانت عندك هو مصدرين من الريسورسس شوف لو انت هتكمل في الجافا سكريبت طبعا الانسح اي حد برضو حتى لو كنت خدت الجافا سكريبت مادة IT فانت كده علي اعمل كده وراجع على الحاجات دي تمام الحاجات دي على فكرة تبقى مثلا ده دقيقة حاجات سهلة جدا متاخدش دقيقة دقيقتين اه الفانكشن اي هي الفانكشن يعني حاجات مش هتاخد وقت معاك حتى ممكن تولته في الطريقة او حاجات بص على كام حاجة من هنا انت كده ان شاء الله بقيت جاهز اللي احنا ان شاء الله لابدأ في كورس الرياكت فان شاء الله من الفيديو اللي جاية ان شاء الله او سيكشن اللي جاية لابدأ لاشرح الرياكت بقى ولابدأ لاتعمك فيها ولابدأ لعمل شاء الله او المشروع براكت شكرا جديلا